راح تقوله شن القضايا اللي صادرت حقوقهم مثلا على سبيل المثال المادة 14 بعد أن كانوا المتقاعدين من 2003 إلى 2019 عدتهم تمييز بالقوانين كلها بها تمييز متقاعد قديم ومتقاعد جديد متقاعد أحيل بعد نفاذ القانون ومتقاعد أحيل قبله بس أكمل لك الصورة فضل بس أكمل لك الصورة فضل هذول من إجتي البرلمان البرلمان من إجه شرع المادة 14 اللي تقول يعاد احتساب رواتفهم عرادت أن تلغي تمييز ويساوى اللي يطالع قبل 2019 مثل قرينة اللي يطلع بعد 2019 لكن شنو المشكلة شنو اشتيدوا الجماعة شن واقف لك ستشينة خاصرة واقف لك ستشينة خاصرة لا إحنا نفذنا هذا التعديل بال 2014 يابا من العار أن تحشون هذا الحشي لأنه هذا مقانوني شلون أنت تنفذ قبل أن يشرع يعني سامع أنت التنفيذ يسبق التشريع هذا ما يفترض ما تنحشي زين وأجلوها سنة وثلاثة شهر والمتقاعدين يتلظون من الجوع بغير وجه حق تجي تسألني مرة ثانية راح يقول لكم مساوين شون مساوين شون المتقاعد القديم قبل 2014 ينحسب له معدل راتب الوظيفة على أساس المرحلة الأولى الأقل من الدرجة الوظيفية وقرينة اللي يطلع بعد 2014 و2019 ينحسب له على أساس معدل راتب آخر ثلاث سنوات وبالتالي يكون الفارق ما بين القرينين أكثر من 300 إلى 400 ألف دينار وهذا يستمر على الدرجات الأخرى الأعلى زين شلون أنت بساويهم فقلت لك هذه هذه وحدة اثنين احنا اليوم احنا اليوم نشوف الناس نسبة الفقر وصلت إلى أكثر من 35% ربما إلى 40% وبطالة واجيوش العاطلين ملت الشوارع وإلى آخره وبعدياً ازدادت الأسعار وإلى آخره طيب العوائل يعني بدت هذا رواتب ما تكفيها سووا أكو عوائل بقاتب غير راتب خدموا الوطن خدموا الوطن لمدة 15 وأكثر لكن تركوا العمل لأي سبب كان المادة 3 اجت عدلت المادة 13 من القانون اش قالوا كانت المادة 13 تقول ما يخالف انطوهم الحد الأدنى من الراتب التقاعدي اللي عنده 20 سنة خدمة وعمره 50 سنة أكو ناس أقل من هذا العمر تسووا أضفوا على عدلوا المادة 13 أضفوا عليها جنبة إنسانية جنبة إنسانية بالبرلمان قالوا تتزل هذا من العشرين صير 15 والعمر 50 يصير 45 شفت شيش تهدت الأقسام القانونية بالوزارة بالوزارة والمهم في كل مكان قالوا هذا ما نص على أنه يتنفذ بأثن رجعي قبل 2019 يا باب شون أنتم تتنفذون أصل المادة 13 بأصل القانون الرقم 9 تنفذوه على القديم الجديد يعني فمسائل أريد بها بس أنه يوقفون بجهد كل شي خير بي للمتقاعدين ولذلك إضافة إلى ذلك لو نجي صدر صدر مثلا هذا الأمر الديواني رقم 107 و107 يجي أراد ينصف يعني شوف أراد ينصف كثير من الشرائح من ضمنها شوف 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 يعني بي بي جانب إنساني كبير جدا مثلا طلب ترويج المعاملات التقاعدية لغير المشمولين بالإعادة للخدمة مثل جرح العمليات الإرهابية وترويج المعاملات التقاعدية لتاركي العمل واعتبار حالات الوفاة بسبب الأمراض السرطانية والوبائية حالات استشهاد ومنحهم الحقوق التقاعدية للشهيد ومنح المصابين بالأمراض السرطانية والوبائية حقوق الشهيد وإضافة إلى ذلك شمولهم شمولهم بالحركات الفعلية بعد 9-4-2003 ولغاية الآن